وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية هذا وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 308 قضايا تمونية بمضبطات بلغت قرابة 32 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاسترائي على السلع المدعومة فتم ضبط قرابة 14 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البايع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط ما يقرب من 8 أطنان أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 388 قضية من بينها 76 قضية خبز ناقص الوزن و110 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات كما تم ضبط خمس قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 34.5 أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية ترجمة نانسي قنقر